رجح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كامال صنهاجي أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا خلال السداس الأول من سنة 2021 ونفى صنهاجي اليوم الأحد في تصريح أن يكون اللقاح متوفر في الجزائر خلال شهر موضح أنه خلال هذه الفترة ستنشر الدراسات العلمية التي ستكون الفاصل في نجاعة الدواء أو اللقاح وتقييم من قبل المختصين قبل المرور إلى عملية الاستخدام وأكد البروفيسور أن السلطات العليا في البلاد مستعدة لتوفير كل الشروط لتخزين اللقاح واستخدامه وأوضح حدثا متحدث أنه سيتم الإطلاع على المكونات الأساسية للقاح وتسجيله بصفة قانونية وعلمية بالجزائر وإخضاعه للتجارب بالمخابر الجزائرية قبل الاستعمال النهائي